بفاصل يومين فقط ضرب زلزال مدمر مدينة مراكش المغربية ومحيطها في إقليم الحوز تبعه عاصفة قوية ضربت مدن الشرق الليبي وتركزت أكثر أضرارها في مدينة درنة نحو تسعة ألاف شخص سقطوا بين قتيل وجريح من جراء زلزال المغرب في حصيلة غير نهائية بينما كانت الكارثة الأكبر في درنة الليبية حيث جرف الفيضان أحياء بسكانها ومبانيها والقى بها إلى البحر المتوسط لتقدر عداد الضحايا بما يقرب من 22 ألفا بين قتيل ومفقود فضلا عن عشرات الألاف من من نزحوا من بيوتهم بعد تضررها بسبب الفيضان خبراء المناخي يؤكدون أن الفيضان الذي اشتاح شرقي ليبيا يمثل فقط وأحدة من الكوارث المحتملة في العالم من جراء التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري بينما يستمر الجدل بشأن العلاقة بين ذلك الفيضان والزلزال الذي سبقه بيومين في المغرب إذ يرى بعض الباحثين أن السيولة الطفانية تشبع التربة بالماء وبالتالي تزيد وزن القشرة الأرضية ما يزيد في ضغطها وحركتها ما قد يسفر عن زيادة في معدل حدوث الزلازل وهو رأي يعارضه بعض آخر من الباحثين الذين يرون أن الزلازل لا ترتبط بتغيرات المناخي في الأرض وبعيدا عن الجدل العلمي فقد كشفت كالثة المغرب وليبيا عن أن أكثر الدول العربية ليست مؤهلة لمواجهة مثل تلك الكوارث وأنه بينما يبحث العالم سبل مواجهة التحديات التغير المناخي والجفاف ونقص الموارد ما زالت أكثر الدول العربية على اختلاف نظم الحكم فيها تغرق في أزمات شق الطرق وتوفير مياه الشربي وضمان الرعاية الصحية والتعليم والسكل والكهرباء الأمر الذي بحسب المراقبين ينبر بما هو أسوأ في المستقبل ما لم تردم الهوة الزمنية بين هذه الدول ومن سبقها من دول العالم